بكرة تنة مجميل عبيبة زموليكس دي شغلانا ما يعلم بقى لربنا كل يوم باظبط تمن تسع منبهات وبردو بروحي الشغل متأخر مش عارف انا الواحد عيروحي الشغل في معاده امتى ده انا مش هيخسمولي المرة دي ده انا هيعملولي محضر في الاسم قاعدوا يتحق عليا ويقولولي خلص تعليم واترتاح خلصت تعليم دخلت الجيش قالولي خلص الجيش واترتاح خلصت الجيش وديني متمرمط في ام الشغل على ايه المرمطة دي كلها انا مش عارف 2500 بولبل ما لهمش اي لازمة بيتصرف يوم تلاتة في الشهر والواحد كل يوم بيصبح باشكال عكرة ما يعلم بقى لربنا يا رب تبع لنا بقى مش شغلانا دي لا 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 ما تخسمليش همدير ما تخسمليش همدير سواد الحلل هو أنا الحقيقة أنام حاجة هو الواحد يعني نازم هو اللي يروح الشغل ماينفعش الشغل هو اللي يجيله فتاح عليه مرزاقة كريم عد اليوم ده على خير يا رب الواحد بيدخل أم الشركة دي كأنه داخل جهنم معرفش ليه صباح الخير يا بلحمكيش صباح الخير دي تقولها لي لما بقى شغال في مايكروسوفت حالتها صباح الزفت على دمارك خدها مبشى الشغل ده متأخر ولازم يخلص هو أنت جايب للشغل وأنا لسه داخل آه عادي إيه المشكلة يعني هو مفيش أم دم خالص عند البناء أدمين إيه يا عم في إيه يعني مش هفوه الأول ولا كل حاجة ولا أشرب حاجة غور يا عم غور بدل معورك في إيه يا سعيد أخبار الشغل يا سعيد مية مية وكله تحت السيطرة مدير وأخبار الموظفين يا سعيد كلهم بيقولوا عليك كلام وحش يا مدير للأسف محدش شايف الحلو اللي جواك مين اللي قال عليك كلام وحش يا سعيد لا لا لحد هنا حضرتك ومقدر شافتن دول برضو زمايلي مخصوم لك نص يوم يا سعيد لا خلاص يا مدير هقول حموكش يا مدير عمال يجيب في سيرتك طول النهار وبيقول عليك كلام يعني لما أخذها ما ينفعش يتقال على مدير محترم زي حضرتك طب بالسلام أنت يا سعيد ابعتلي يا ابن حموكش على مكتبك ايه يا ابن حمكش عملت ايه المدير عايزك ايه السواد الحلل هو المدير ده مش وراه غرف أم الشركة دي ايه حموكش يا ميت مرة أقول لك طبله ما بتسمعش الكلام ما انت عارف يا ممس ان انا ما بعرفش أطبل ايه تعلم يا سيدي يا شغلانة دلوقت سعيدة رقى وبقى تيمليدر حموكش وانت لسه محلك سر ايه اللي ولا السعيد بتاع البوفيه ايوا هو ايه اللي بيجيب لنا الفطار كل يوم ايوا سيدي المدير رقى وبقى تيمليدر ايه نهاري سود يعني انا بعد كده هقول له مستر سعيد ده انا اخر مرة ضربته على افعشان ما جابليش مخلل مع السندواتشات ما انت لو تسمع كلام حموكش وتفتح دماغك معاه شوية هتبقى في حتة تانية خالص ما انا بشتغل ليل ونهاره ممس اعمل اكتر من كده ايه بص انا هاجم عاك دلوقتي للمدير اتفرج علي وشوف انا بعمل ايه وحاول تعمل زي بالزبط الصباح الخير على احلى مدير في الشرق الاوسط اهم الصباح الخير اممس الصباح الفلة كبير اه صباح الفلة مدير ربنا علم باللي في قلبي انت شغلك مش عاجبني يا حموكش ليه بس يا مدير ده انا اكتر واحد بيشتغل في الشركة دي اهم طب بلو طب بلو اه 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 ماش اه لا بس انت برضه عندك حق يا مدير انا مقصر الفترة اللي فاتت ده وانا قدك كده يا حموكش انا كنت بشتغل اربعة ايام ورا بعد من غير راحة اربعة ايام مرة واحدة مش وسعت منك شوية ده مدير اه 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 ماش اه اه نهرب يط انت كنت جامد أول مدير اصدق ايه يعني انا ما بقيتش جامد او بعدن بقى اه لا لا ما يقصدش اول مدير هو يقصد ان انت كنت شبه اه الواحد ما بيحبش تكلم عن نفسه هو ده شغل اللي انته بتشتغلوا ده ده انا كنت بخلص كل الشغل ده بسبوع رجل الصغير اه يا فندم ايه ده ماشه إن شاء الله يخرب بيت جمدان أمك جمدان أمي؟ عندك خاص ما يسبوع إلهي يجي لك تباول لا إرادة بعيد حسب الله نعمل وكيل فيك بعد إلهي تولعوا أنت والشركة فيهم واحد وما تلاقوش عربية مطافة طفيها حمكش عايزة يا فوزة أنت كمان نفسي نلعب مع بعض تحت المطر وتمسك إيدي ونبص في السماء وتجيب لي حاجة حلوة وتقول لي بحبك ونتعش بره والروح قوم يا فوزة إيه هروح قوم يا فوزة جاهزي للأكل بدل ما فط في كرشك أنا عملت حاجة في حياتي أنا عارف السلام لو لاحظ أصحى الصبح كده يلاقي نفسه بقى غني وعنده شركة كبيرة أنت وأخش الشركة الصبح أخصم للناس كلها أخصم حتى لنفسي وأعود على المكتب كده hunter و العاق في كل الموظفين الدولين تبا لأحلام البسطة يخريب عالك أنت مصخرة عبيبة زموليكس تبا لأحلام البسطة